ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر من يتفائل بفوز مرشحي الإصلاح في البرلمان المقبل الإصلاحيون سيفوزون بالتأكيد لأن الكثير من المحافظين غير مقنعين في حملاتهم الانتخابية أما الطرف الآخر في المنافسة وهو الأكثر عددا والمتمثل بالجانب المحافظ فهو يرى في الاتفاق النووي الذي أبرمه روحان العام الماضي بوابة للرئيس مالية وانتشار الفقر وتراجع الاقتصاد الاتفاق النووي خلق أجواء جديدة والشعب لمس أن الحكومة تتجه نحو النظام الرأسمالي ما يعني المزيد من الفقر وهذا الضغط ستتحمله المرأة بشكل خاص نحن نتحرك باتجاه الاستثمار الأجنبي ونتنازل عن جزء من إمكانيات اقتصادنا لصالح دول أخرى نفتقر لخطط حماية الاستثمار الداخلي ودعم الإنتاج المحلي وتنظم الانتخابات التشريعية في نفس يوم الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس الخبراء وهو الهيئة العليا المكلفة بالإشراف على أنشطة المرشد علي خامنئي ابن السادسة والسبعين عاما والذي يعاني منذ عامين تقريبا من مصاعب صحية كما يتولى مجلس الخبراء الذي يضم حصرا رجال دين تعين خلف محتمل للمرشد الذي يعد المرجع النهائي في رسم سياسة إيران وذلك في حال وفاته أو عجزه عن القيام بمهمه الدينية والدنيوية